السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم راح نتكلم عن قصة جدا جدا غريبة قد تكون من أغرب القصص التي حدثت عبر التاريخ تمام؟ اللي هي قصة الملك إليكساندر من بين القصص الغريبة التي حصلت في العالم تاريخيا هي وفاة الملك إليكساندر الأول في عام 1920 كان الملك إليكساندر ملك اليونان بعد أن ورث العرش من والده قصطنطين عام 1917 يعني حكم بعد وفاة والده فقط ثلاث سنوات وحصلت القصة الغريبة عندما كان الملك إليكساندر يتجول مع كلبه في حديقة باثين تدعى الحديقة الوطنية وإذا تشاجر كلبه مع قرد في الحديقة وحاول الملك إليكساندر أن يفصل بين القرد والكلب أعزكم الله أثناء الشجار لكنه تفاجأ أن هناك قرد آخر قدم باتجاهه مسرعا هاجم القرد الثاني الملك إليكساندر وتمكن من عضه في يده مما أدى إلى حصول جرح بالغ لدى الملك بسبب هذا الجرح بقى الملك إليكساندر الأول في الفراش لمدة عشر أيام فقط ومن ثم فارق الحياة بسبب عضة القرد في عام 1920 اللي نستفيد من هذه القصة إنه دائما ما نتسرع دائما في هذه المواقف خصوصا إن الحيوانات أعزكم الله لا تملك العقل ففي هذه الأوقات ما نتدخل نحتاج دعمكم إن شاء الله عجبتكم القصة نحتاج دعمكم لايك سبسكرايب كومنت نشوفكم في قصة جديدة في أمان الله